اهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الاشرطة القادمة اعود اليكم اليوم لكي اكمل معكم كراءة كتاب الاب جوزيف قزي المعنوان تبرئة الله تبرئة الله هذه هي اذا الحلقة الثانية فقط للتدكير الاب جوزيف قزي معروف عامة ككاتب تحت اسم ابو موسى الحريري ارجعوا للحلقة الاولى لمزيد من التعرف عليه وهو اب ماروني رجل دين ماروني لبناني كما قلت لكم في الحلقة السابقة يا للأسف لا اعرف اين يمكن الحصول على كتابه وهو صادر في سلسلة الحقيقة الصعبة وتجدوا بعض قتبه على الانترنت سأضع الرابط لكم بعد انتهاء هذه الحلقة اذا اليوم هي هذه الحلقة هي تكملة للحلقة السابقة في فصل تمهيدي يقول الاب جوزيف قزي تحت عنوان ليس الدين من صنع الله ليس الدين من صنع الله لن اقرأ لكم الكتاب بالكامل فهو كتاب كبير مكون من 345 صفحة ولكن سأقرأ لكم بعض فقرات التي استوقفتني لا اريد ان اختصر الكتاب حتى لا اشوي فكر مؤلفه لكن ساقطبس منه فقرات اعتبرها الاهم في كتابه يقول الاب قزي ما من انسان عاقل يستطيع ان يقول ان الله هو الذي صنع الاديان للبشر فاعطى هذا الدين لهذا الانسان وذاك الدين لذاك الانسان واختار شعبا من دون شعب واوحى لهؤلاء ولم يوحي لأولئك فميز البشر بعضهم عن بعض فخلفهم وجعلهم يتقاطلون وان كان الله هو نفسه الذي اوحى بهذه الاديان المختلفة والمتناقضة فيكون هو نفسه الذي شاء للبشر ان يختلف ويتقاطل بسببه وبالتالي يكون غير عادل لا يعرف الرحمة ولا المحبة بل يكون حقا الها شريرا وشيطانا رجيما لمن يتابع حلقات الفهم السليم للقرآن الكريم يعرف ان كلمة رجيم هي كلمة أثوبية وتعني ملعون يكمل الأب قزي الله بسبب ما نزل من كتب وشرائع ميز فيها بين أبنائه يكون هو المسؤول عن اختلافات البشر ثم أن رسلا كثيرين قالوا إن الله هو الذي بعث بهم وأوحى إليهم بشرائع عزلية أبدية وزودهم بتعاليم ثابتة لا تتغير هؤلاء عمقوا الاختلاف بين البشر إذ ادعوا أن الأديان التي دعوا إليها والكتب التي نزلوها من السماء هي من صنع الله لا من صنعهم حم ولكن هذه أمور لا يقبلها عاقل ولهذا رفضها كثيرون وأنقروها وحرروا الله والإنسان منها ولهذا أيضا اعتبروا ملحدين وكافرين وأنقروا الله بسبب نكرانهم لهذه الأديان أود أن يحاسبني ربي ويدينني على ما أتهمه به من صنع أديان ومذاهب ومن تنزيل كتب تلغي كتبا ومن بعثه رسلا تنسخ رسلا إن الله في اعتقاد بريء من كل هذه يقول يقول عن السيد المسيح يقنعني يسوع في تعاليمه لسببين اثنين السبب السبب الأول تخليصه الإنسان لا من خطيئة آدم المزعومة بل من شراع قيد الإنسان به بها حريته ونسبها إلى الله بوضعه له وضعها له منذ الأزل وإلى الأبد والسبب الثاني رفض يسوع تعاليم الطوراة وتقاليد الأحبار اليهود رفضا جازما كاملا ونهائيا وذلك بسبب ما حمل الإنسان من شرائع وعقائد أثقل بها كاهلة وألزمه بها باسم الله نفسه وإلى الأبد فيسوع إذن كان أول من تجرأ على تبرئة الله من التقاليد الموروثة ومن الحقائق الإجامدة والتعاليم التي لا تتبدل ولا تتطور وقد جمدت هذه التعاليم تطور الإنسان وتقدمه 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 وحريته إلى الأبد لقد كان يسوع أيضا أعظم ثائر في التاريخ لا على الظلم والحكام الظالمين فحسب بل على الله نفسه الذي اتهم ظلما بأنه هو الذي صنع أديان ومذاهب ووضع فرائد وشرائع وأنزل تعاليم سماوية أبدية وهو بهذه الثورة فتح الباب واسعا للملحدين فإذا به كان رئيس الملحدين وأول الرافدين وأعظم الثائرين من أجل حرية الإنسان وقرامته إذن هو يسمي المسيح بأنه رأس الملحدين يكمل الأديان المختلفة ليست من الله ولا يمكن أن تكون من الله ولا يحتمل أن يكون أي دين منها من صنع الله لأن الله لا ينزل أديانا ولا يسن شرائع ولا يختار إنسانا ويرضل آخر ولا يميز شعبا ويتخلى عن آخرين ولكن ولكن إذا كان ثمت احتمال أن يكون دين ما من عند الله فهذا الدين يجب أن يكون واحدا عاما شاملا لا يناقض سواه سواه ولا ينسخ تعاليم من سبقه كل الأديان إن كانت من عند الله يجب أن لا تختلف أو تتناقض أو تتقاتل هذا المنطق يدفعني إلى تبرئة الله من كل دين اتهمناه بصنعه فالله خلق الناس إخوة بمحبة إلهية متساوية وغير محدودة لذلك فهو يشاء خلاص كل إنسان بمحبة إلهية متساوية وغير محدودة أيضا ولئن سلمنا بوجود أديان متناقضة تعلم تعاليم مختلفة فلا يمكن أن تكون هذه الأديان من مصدر واحد هو الله ولكن هذه الأديان موجودة ومختلفة بل متناحرة مما يعني أن الإنسان هو مصدرها لله فالله منها براء ومن المستحيل أن يكون الله سبب اختلاف بين البشر أبناءه في البشرية أديان مختلفة فلابد إذن والحال هذه من أن يكون لكل دين إله خاص به وهذه حقيقة حاصلة في تاريخ البشر مؤدها آلهة تتقاتل أديان تتصارع شرائع تتناقض تعاليم تتضارب أناس يتناحرون وكلهم بإسم الله ولأجل الله والله سببها صحيح أن الأديان كلها تستعمل اسما واحدا لله ولكن الله فيها ليس هو نفسه اسم واحد صفات مشتركة مشتركة ولكنها لا تنطبق على مسماء واحد يعني أن إله المسيحية هو غير إله البوذية والهندوسية واليهودية وغير إله الإسلام والدرزية والنصيرية بالرغم من أن الإسم واحد والصفات في معظمها هي ذاتها فإذا كانت الأديان لا تتطفق بعضها مع بعض على هوية الله وعلى دوره ومهمته في العالم ولا على صفاته وعلاقته بالإنسان فكيف تكون هذه الأديان إذن من عنده هذا يعني أن الله بريء من هذه الأديان كلها ولا يد له فيها لم يصنعها لم يوحي بها بل هي من صنع البشر المختلفين طبعا ومنذ البدء مختلفون يضيف في صفحة أخرى هذا البحث كله يثبت لنا أن الله بريء من كل الأديان والشرائع والقطب المنزلة وبريء من كل اختلافات البشر بسبب هذه الأديان وهذه الشراع والقطب أي أن الله لم يقيد الإنسان بشراع منزلة ولا بعقائد ثابتة ولا بحروف جامدة ولا برسل وأنبياء وأولياء ومرسلين يتقاتلون الدين في هويته يطعن في الاثنين معا في الله والإنسان لهذا يجب تبرئة الله والإنسان منه مهما كلف الأمر بذلك تسلم البشرية ويسلم الإنسان ويتقدم العالم إلى كماله وتنجلي صورة الله الحقيقية الرائعة في القون وها أنا أجاهد اليوم معاكسا الطيارات الدينية والمذهبية والفقرية كلها لأدل على أن الله بريء من كل دين وعلى أن الدين سبب كل خلاف واختلاف وعداوى بين الناس هكذا هو وهكذا كان منذ فجر التاريخ حتى اليوم وقد يبقى إلى ما بعد اليوم وبسبب ذلك أقول قل لم تهمني الدعوة إلى إلغاء الطائفية التي هي ظاهرة اجتماعية عابرة تعرف عن هوية الإنسان وانتمائه بمقدار ما تهمني الدعوة إلى إلغاء الأديان والمذاهب والشراع السماوية والكتب المنزلة كلها ويهمني أيضا أخذ الحظر الشديد من الأنبياء والمرسلين جميعهم في نية الصريحة تبرئة الله من الأديان إذ ليس هو الذي أوحى بها وليس هو الذي أنزل شراع من السماء أو كتب كتبا سميناها مقدسة أو بعث بأنبياء أو ثبت عقائد وحقائق وجمد العلوم والمعارف الله بريء بريء من هذه كلها ويضيف لنتصارح ونضع النقاط على الحروف ونحدد المسؤوليات من المسؤول عن اختلافات البشر وصراعاتهم بعضهم مع بعض أليست هي الأديان منذ أن كان على الأرض بشر ومنذ أن أدخل الإنسان الله في شؤونه ولكن من المسؤول عن هذه الأديان أليس هو الله الذي اتهمه الإنسان بصنعها وقيل أنه نزلها مع رسل وأنبياء وثبت عقائدها وتعاليمها في كتب ومصاحف وقراريس من عنده تعلم الأديان كلها أنها من عند الله الله الذي أنشأها وإنسان وأوحى بتعاليمها وكلف بها أنبياء ورسلا وأودعها كتبا ومصاحف ولا يمكن في نظرها أن يعرف الله أحد خارج عنها هذه حقيقة قد يقول بها كل إنسان وشذ بعض الناس وأنقروا أن يكون الدين من عند الله وأن الله هو الذي أوحى بها وأنا منهم هذا قول الأب جوزيف قزي وليس كلامي يضيف الأب جوزيف قزي الله الذي أؤمن به لم يصنع دينا ولم يسن شريعة لم ينزل كتابا لم يحدد عقيدة لم يبعث من عنده نبيا أو رسولا لم يكشف الغيب لأحد لم يختر شعبا من دون شعب لم يشأ خلاص إنسان وهلاك آخر ولم يصنع دينا لأناس منعه عن الآخرين كما ترون أختار لكم فقط بعض الفقرات أوقات مطولة أرى أنها مهمة لفهم فكر الأب جوزف قزي يكمل هذا الدين الذي أنتفض اليوم عليه لا اعتبره كما اعتبره ماركس أفيون الشعوب أفيون الشعوب فأكون كافرا ولا اعتبره أيضا من صنع الله كما يقول المتدينون فأكون آسرا لله في جدران عقلي أو كما هو حاله في القرآن في مثل قوله عن الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وقوله رضيت لكم الإسلام دينا وقوله من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إلى غير ذلك من أقوال أرفضها وأرفض الله نفسه بسببها وكذلك أيضا لا يعتبر الدين مجموعة حقائق وعقائد وشرائع منزلة ثابتة جامعة جامدة لا تتغير ولا تتطور جاء بها رسول أو نبي من عند الله كما يقول بذلك المتدينون إنما الدين بالنسبة إلي اليوم هو مرحلة من مراحل تطور الإنسان في التاريخ أو هو مجموعة مسلمات ومعتقدات لا بد منها ليبني الإنسان عليه حياة أنا اليوم لا أدين الدين ولا أشتمه ولا أقول بأنه لم يقدم للتاريخ أعمالا مجيدا في مجالات الفكر والأدب والفن والرواع الإنسانية ومع هذا يجب علي أقله ألا أتهم الله بصنعه وأدخله في إنجازاته فالله الذي أعرفه وأعبده وأحبه وأحيا به وفيه ومعه بريء من صنع كل دين ثم ينتقل جوزف قزي إلى المسيح فيقول يسوع في المسيحية ليس مؤسس دين ولا رابانا يهوديا ولا كاتب إنجيل ولا باعث رسائل ولا حكيما كالحكماء ولا زعيما كالزعماء ولا قائد حركة سياسية أو اجتماعية ولا واضع قوانين وشرائع ولا مرسلا رسلا وأنبياء ولا أتبعه لكونه نبيا أو ملاكا أو صاحب رؤيا أو مجترح عجائب أو صانع معجزات عجيبة غريبة يعجز عنها البشر إنما يسوع المسيح هو مخلص الإنسان فحسب هكذا يعني اسمه وهذه مهمته ورسالته من أولها إلى آخرها هو مخلص الإنسان لا من خطيئة آدم أو مما صنع آدم كما تقول الأديان بل مخلص الإنسان من شرائع وعقائد ومحرمات وممنوعات وضعه الإنسان على نفسه بإسم الله فقيد بها حريته التي جاء المسيح ليخلصها من سلاسلها وقيودها كما قيد بها الله نفسه فاتهمه بما اتهمه به من صنع أديان ومذاهب مختلفة ومتناحرة أكتفي بهذا القدر لهذا اليوم من كراءة كتاب تبرئة الله للأب جوزيف قزي وسوف أعود لكم في حلقة قادمة لنكمل كمية سوية كراءة هذا الكتاب الشيق وهنا الأب جوزيف قزي يدخل في ضمن الموضوع تحت عنوان القسم الأول موقف يسوع من اليهودية هنا سوف يشرح لنا ما هو ما هي نظرته للمسيح فهو رجل دين مسيحي ولكن كما رأينا هو يرفض أن تكون أن يكون الله قد أرسل أنبياء أو قتبا ويريد أن يبر الله من الأديان هذا فكر جديد حتى علي لم أكن أعرف أنه يتفق معي فيما أقوله لكم عامة لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور وكل من يقول عكس ذلك مكانه الطبيعي مصحة الأمراض العقلية وهذا ينطبق على الطورة والإنجيل والقرآن وألف ليلة وليلة فكل لها كتب بشرية وهذا ما يؤكد عليه الأب جوزيف قزي حقيقة لم أكن أعرف أن بيننا هذا الخيط من الاعتقاد أعرف الأب جوزيف قزي من خلال كتاباته تحت اسم أبو موسى الحريري وهذا الكتاب الذي صدر عام 2013 من لبنان هو جديد عليه يا للأسف لا أعرف كيف يمكنكم الحصول عليه وقد أرسله لي صديق مشترك بيني وبين الأب جوزيف قزي فأكرر شكري له وبما أن هذا الكتاب صعب الحصول عليه أحاول أن أقدم لكم زبدة ما جاء به فتحملوني فتحملوني مع المعذرة إن أحسستم ببعض الملل فأنا أقرأ الكتاب وأحاول أن أقدم بعض فقراته التي اعتبرها الأهم فيه أنهي إذن هذه الحلقة لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشريط القادمة اكتبوا تعليقاتكم على ما قرأت لكم اليوم من فقرات من كتاب تبرئة الله أتمنى لكم جميعا ليلة سعيدة وإلى لقاء في شريط قادم شكرا للمتابعين والمتابعات مع السلامة